بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياب وما زلنا مع سلسلة سؤال كل يوم النهاردة معانا السؤال رقم 15 في السلسلة نشوف مع بعضنا سؤال النهاردة بيقول إيه السنيالي رفجراتو برونوتشا أونا صليطة رابدة تعلم الإشارة الممثلة عن مرتفع وعر طبعا الإجابة بكل تأكيد هنقول فلسو قلت لك فلسو ليه؟ لأن طبعا قلت القعدة بتقول لو الكلام اللي موجود تحت الصورة غير مرتبط بالإشارة اللي جاية معاها أقول فلسو هنا السنيالي اللي معانا أو الإشارة اللي معايا عبارة عن سنيالي دي بريكلو الألترا بريكلو أخطار أخرى متنوعة هنا جايب لي فيه السؤال صليطة رابدة يعني مرتفع وعر طبعا ما فيش ترابط بين الصليطة وبين الألترا بريكلو يبقى فلسو تمام؟ نبقى إحنا متفققين على النقطة دي طيب يبقى السؤال بتاعي الإجابة هقول فلسو طيب موضوع السؤال بتاعي إيه؟ السؤال بتاعي النهاردة بيتكلم عن الإشارة اللي معايا ده هيت اللي هي ديت سنيالي دي بريكلو سنيالي الألترا بريكلو إشارات أو أخطار أخرى متنوعة الإشارة دي يا جماعة المسلس اللي فيها علامة استفهام ده تبع سنيالي دي بريكلو تبع إشارات الخطر الإشارة دي بتعبر عن إيه؟ سنيالي دي الألترا بريكلو يعني أخطار أخرى متنوعة بتقولك لو جيت بالصورة دهية بدون أي لافتة إضافية تحتها معنتها إن ديت عبارة عن أخطار متنوعة خطر متنوعة توقع أي خطر ما فيه أمطار على الطريق فيه تلج على الطريق فيه أليات تعمل على الطريق فيه منحنة خطر على اليمين أو منحنة خطر على الشمال أيا كان أو فيه حيانات برية على الطريق توقع فيه حدث على الطريق توقع أي حاجة لو جيت الإشارة زي ما هي كده علامة استفهام بدون أي لافتة إضافية بتعني خطر جنرال أو خطر بريكلو جنرال خطر عام تمام كده أوشي يبقى هنا الإشارة اللي معايا عبارة عن الألترا بريكلو أخطار متنوعة أو سينيالي دي بريكلو بتقولي تشينتو تشي كوانتا متري تشي الألترا بريكلو يوجد على بعد خمسة مية وخمسين متر أخطار ما متنوعة بعد على بعد مية وخمسين متر بتوجد معي أخطار متنوعة أخطار عامة متنوعة غير محددة يعني ممكن يظهر لك أي خطر ما طيب بزونيا وزاري برودينسا بركي فتشينو أون بريكلو يجب علينا توخي الحذر علشان إحنا بالقرب من خطر ما يبقى أنت لما بتشوف الإشارة دهيت يجب عليك تعمل إيه ريرين تاري بتخفف بالسرعة مدرر لفوليشتا ليه لإنك بالقرب من أو فتشينو أون بريكلو قدام أو قريب من خطر متنوعة إحنا شايفين في اللوحة اللي معايا عندي السينيالي دي الألتر أبريكلو أخطار أخرى متنوعة وديت عندي بعض من اللافتات الإضافية اللي ممكن تيجي مع السينيالي دي الألتر أبريكلو ممكن ييجي بعدها الخطر عبارة عن بير جياتشو عبارة عن تلج على الطريق ممكن يكون الخطر عبارة عن بنيارة بنيارة أو ممكن يكون الخطر عبارة عن إسجومبرا نيفا العربيات أو كالساحات التلج عبارة عن ميزي دي لاظورو إن لازنو ممكن يكون أيا كان الخطر اللي مصحوب دول بعض من اللافتات الإضافية اللي ممكن تيجي مع هذه الإشارة بيو إسري وزاتا سينسا بنيلا انتجراتيف بيريندكاري أنا بريكلو جينيرا بريكلو جينيرا اللي هو الخطر العام لو جت لوحيدة دي يبقى خطر عام متنوع إنما لو جت تحتها لافتة إضافية أو حاجة بتعين أو بتحدد نوع الخطر يبقى ده الخطر اللي بتعبر عامل زي ما احنا شايفين أول الإشارة وتحتها سينيالي إن فيه آليات عمل بتعمل على الطريق يبقى هنا يمكن أن تتواجد الإشارة دون لافتات إضافية للإعلام عن خطر عام اللافتات الإضافية اللي بتيجي معاها إنها متنوعة ومختلفة زي مثلا الماكينادي جومبرانيفا أو لاظورو سولاسترادا دي تكون لها عبارة عن لافتات إضافية بتكون أيضا مصحوبة بالإشارة السينيالي الألترابريكو ها هي تجمع في هنا عبارة عن كودا صف من العربيات هوات مواقف ممكن تيجي مع العلامة ده هي بالخلفية الصفرة يعني فيه أشغال على الطريق أو فيه تعديل في الخطوط الأفكية على الطريق أو بتيجي للتعبير عن وجود أتشينين دي أنا أتشينين تعلق الأوتوسترادا مثلا أو بتيجي على الفرسامين توبرياري اللي هي معبر الخطوط السكك الحديدية اللي هي البضائع أو حركات النقل والشحن على خطوط إن فيه جياتشو على الطريق أو تقول إن فيه اسجومبرانيفا على الطريق أو تقول فيه بيوتجا أختار غرق الطريق بالأمطار يعني فيها حالات متنوعة كثيرة ده سنيالي الأوترابريكلو لو جيه لوحده بدون لافتة إضافية يبقى بيعبر عن خطر عام إن جيه تحته لافتة من لافتات الإضافية بين الإنتجراتيفي يعني بيقول أو بيحدد الخطر اللي ممكن تلاقيه على الطريق ده كانت إشارتنا النهاردة وسؤالنا النهاردة اللي هو بيكلم عن الألترابريكلو أختار أخرى متنوعة الملخص إن اللافتة ممكن تيجي لوحدها فبالتالي بتعبر عن خطر عام غير محدد إن جيت تحتها سنيالي أو جيت تحتها لافتة إضافية بنيل إنتجراتيفو يبقى هنا بيحدد نوع الخطر يبقى نوع الخطر محدد في اللافتة الإضافية زي مثلا إن جيت تحتها اللافتة ده هي اللي هي بريكلو بيرجياتشو يبقى الخطر هنا عبارة عن خطر تواجد التلج على الطريق إن جيت تحتها اللافتة ده هي يبقى معناها إن الخطر بيحدد عن طريق العربيات أو الآليات اللي هي العربيات اللي هي بتزوء التلج لو جيت تحتها اللافتة دي معناتها إن في أدفرسامينتو دي بنيار اللي هي حركة العربات أو حركة الكتارات في المخزن أو محطة البضائع بتاع الكاريكوس كاريكوس اللي هو شحن وتفريغ البضائع على السكك الحديد اللي جيت تحتها اللافتة الإضافية دي معناتها إن في ميزي دي اللافورس والاسترادة يعني في آليات عمل متحركة وقلنا في أيضا لافتات أخرى مثلا لافتة حادثة على الطريق أو لافتة بتاعة كودة الصفوف الزحمة أو انتنسة تترافق وانزحام في حركة المرور برضو بيعرفك هذا الخطر أو بتيجي مع لافتة دهان الطريق أو الخطوط الأفقية عارض رسم الخطوط الأفقية سواء كانت الخطوط الأفقية مش موجودة من الأساس أو موجودة وبنعمل لها تعديل ده كان سؤالنا النهاردة شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة وحتى ألقاكم في درس جديد من دروس سلسلة سؤال كل يوم لكم من خالص المونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته